كثر الحديث مؤخرا عن إعادة العلاقات الأردنية السورية إلى أي حد يمكن القول أن الظروف تنضج شيئا فشيئا من أجل إعادة هذه العلاقات إلى طبيعتها نعم إذا كانت هذه العوامل تسير بشكل بطيء ولكن أعتقد أن المستقبل سيحمل تسارع في هذه الخطوات لسببين السبب الأول أن هناك مصلحة لدى عمان ودمشق بإعادة الوصل وإعادة فتح الحدود وإعادة العلاقات بين الطرفين أما السبب الثاني فكلهما معادي ورافض للمعارضة المسلحة وإجراءاتها والأردن لم يتورط بشكل عملي ملموس في دعم المعارضة المسلحة أو في المس بالنظام ونعم كما أشرت في تقريرك سيد مهند أن هناك علاقات ربما لا تكون علنية أمنية وعسكرية ولكن أيضا بوضوح كامل أن السفارتين السفارة في عمان ما زالت يتمثل الدولة السورية وما زالت تمثل الرئيس بشار الأسد وبالتالي البعثة الدبلماسية ما زالت قائمة رغم كل المرارات السياسية التي يمكن لأن يتم التحدث عنها من قبل الطرفين لكن أعتقد الآن الضرورات تسير بهذا الاتجاه بالنسبة للأردن هناك مسألة تانية مهمتان الأولى أن الحجد من اللاجئين الذي كان على الحدود الآن توقف وعاد إلى مواقعهم إلى القرى والمدن التي هربوا منها أما بالنسبة للاجئين في الأردن قبل ثلاثة أيام جرى اتصال بين وزير الخارجية الأردني والروسي وبدأت لأول مرة فتح التفاوض والعمل بشكل إجرائي وتهيئة الأجواء وفتح خطوط من أجل عودة اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن وعودتهم بشكل كريم كما يستحقون إلى المدن والقرى التي هربوا منها اشتركوا في القناة